منوراني ومشرفاني يا دندون أهلا يا عظيمة موضوعاتك سبقاكي زي ما بيقوله صح كده حبيبتي مشرفاني ومنوراني وطبعا النهاردة برضو موضوع مهم فكرة الأطفال يعني احنا برضو بنتلع من الموضوع ونبدأ نتطرق لنقاط مهمة ما تطرقناش لها قبل كده فكرة ان الأطفال فعلا صح انا ما قدرش افرض على ابن يقوله كل ده دلوقتي الولايات كلهم متعوضين على الأكلات السريعة مرمين في النادي في الصيف في تبارين وما إلى ذلك فهو مش حابب بقى انتي بتأيديه فاحنا بنحاول يعني طول فترة الشتاء اللي هي المحكومة شوية إلى حد كبير بنحاول لكن فيه فترة لبقى سبيها كذا شهر من السنة هنقول نص السنة تقريبا ست شهر من السنة بيأكلوا على كفه مش بقدر احكمه في أكل صحي في الحالة دي هل ألجأ فعلا الفايتامينز هل هي فعلا لازم ألجأ لها حتى في العمر الصغير وفي سن البلوغ بتاع الأطفال ده صعب يعني أنا بقول مهم قوي كل أم يبقى عندها وعي شديد إن الحاجة اللي الطفل بتاعها بيقولها ده اللي هيبني بيه جسمه لاتر اون يعني لو طول الوقت بيأكل الكانديز والبنت والولد يعني ده دي حاجة بالنسبة لي أنا مستفزة جدا لما أخش محل ألاقي مثلا بنت صغنانة بتعايد فمومتها تجيب لها قد كده كانديز عشان تسكت كيس كبير فكمية سكريات رهيبة مع الأطفال وده هيقدي لسمنة وهيقدي لمشاكل في عملية التمثيل الغذائي لما يكبروا يوصل بقى سن البلوغ يحصلوا مشاكل بقى وسمنة وحاجات طبعا ويحصلوا مشاكل كبيرة جدا في عملية التمثيل الغذائي لأ أكل فيتامينز وحاول أحد القصة دي معهم شوية ياريد يعني نحد القصة دي يبقى الموضوع محسوبة نحسبها شوية بالزبط مش الدنيا ما بتبقاش مفتوحة كده عمالة على بطال يعني من أهم الفيتامينز للشباب وستات ورجالة من جميع الأعمار حتى السن الكبير كل الأعمار لازم ياخدوا فيتامينز يوميا بحبز وبنصح بأن احنا ناخد الفيتامينات يوميا مع الأكل الصحي لأن صعب جدا أن أنا أنا محتاجة إنتيك من بره يوميا فيتامين سين محتاجة إنتيك من بره يوميا الكالسيوم محتاجة الزينك محتاجة الكوبالامين أنا محتاجة الفوليك أسد محتاجة رايبوفلافين محتاجة البانتوثينيك أسد كل دي عائلة فيتامين بي إزاي تقدري وإحنا بناكل نعمل التجميع دي بيبقى صعب ممكن النهاردة بتغدى ومش عارف فيه شوية سلطة بكرة ممكن ما يبقاش فيه سلطة أأكل حاجات فيه أخضار ممكن ما يبقاش فيه أخضار ممكن ناس كتير ما بتحب شتاكل لحوم بتنقطع عن اللحوم وفي ناس بتبقى نباتية ما بتقول شوال الحوم أفراخ ولا أي حاجة فإزاي دول يعيش من غير فيتامينات فأنا بقول مهم جدا أدعم جسمي أنا بقول أن الفيتامينات دي بنزين الجسم دي سيانة للجسم الفيتامينات عشان أدعم صحتي من حيث المناعة يمكن بتشوفي دلوقتي ما بتكلمش على مثلا أصل كان فيه فيروس كورونا فأنا أدعم مناعتي أنت عندنا بلاوي تاني هو ده كان مؤشر خلينا نقول أن الفيروس ده كان مؤشر لكتير مننا من الشعب كله على مستوى العالم أن يخلي باله يعني خد بالك أن أنت محتاج فبدأنا ندور على الفيتامي سيد أنا فاكرة كانش موض خالص وكنا يعني عشان نلاقي كان حالة وكنا محتاجين فإذا عرفنا أهميته ده لازم لازم دعم منعتي للفيرل إنفكشن وعلى فكرة فيه فطريات قاتلة سمعنا عن الفطر الفطر الأسود لو حد منعته قليل بيتماكن منه أحيانا بيقولك أن الفطريات اللي في الجسم لما بتبني نتيجة نقص المناعة لأن أصلا جسمي بيبع عليه بكتيريا نفع عايشة وبيبع عليه فطريات لكن لو منعتي عالية لا يستطيع يتغلب علينا عندك سمعنا دلوقتي عن جدري القرود مثلا يعني كل شوية بنسمع بنكتشف حاجات معينة فيه حاجات مخافية كان أعظم طيب طول الوقت أنا لازم أعلي مناعتي لأن المناعة ده الجيش بتاعي يعني إيه مناعة مناعة يعني الجهاز ربنا سبحانه وتعالى خلقه من أقوى الأجهزة أنه يبقى جسمي سد لأي جسم غريب يدخل عليه يقدر يحلبه فالفيتامينات أو البا مالتي فيت بالأخص داعم جدا جدا للمناعة فيتامين سي مهم جدا للمناعة الزينك مهم لتكوين الخلايا المناعية الزينك مهم لأي لأي خلية في جسمي بتتجدد الخلايا المناعية عندي بتتجدد الأنتي باضيز بتتجدد كرات الدم الحمراء بتتجدد كل دا محتاج لزينك الشعر الشعري مفوض في اليوم مئة شعرية تقع وبعد كده مصالة الشعر يعني مراحل نمو شعر ثلاث مراحل آخر مرحلة بنشوفها خالص الشعر اللي أنا شايفاه بره ده بيقعد ثلاث شهور وبينزل بيموت ويرجع تاني بوصالة الشعر يبقى أنا لازم أعزز بوصالة الشعر بالزينك لازم أعزز بوصالة الشعر بالبيوتين فيتامين بي 7 زي ما أنا شوفت ألبا مالتي فيت مهم جدا للمناعة مهم الزينك مهم جدا لصحة الشعر والضوافر وأقدر أقول ألبا مالتي فيت كمان مهم جدا لتعزيز الطاقة وتعزيز النشاط طيب هيقول لك في مكملات غذائية أخرى فيها برضو حاجات فيتامينز إيه بقى اللي بيخصص ألبا مالتي فيت تحديد اللي بيخصص لألبا مالتي فيت أنه أولا ملم بعقلة فيتامين بي الكاملة كلها صعب جدا يعني أتحدى كمان يعني أي حد مثلا يخش صدلية يبص على المالتي فيتامينز لو لقى أن في مكمل غذائي دخله كل مجموعة فيتامين بي ما أعتقدش لأننا يوميا الكوبالامين الفوليك أسد البانتوثينيك أسد الريبوفلافين كل الحاجات دي موجودة في أرس واحد من ألبا مالتي فيت فهيبقى صعبة قوي أننا ألاقي في أي مالتي فيتامين تاني ده اللي بيميز ألبا مالتي فيت واللي بيميز الأعلى تركيز في الزينك تم كلمين بقى عن الخواص بتاعته يعني هو الفايتامينز اللي موجودة أول حاجة الزينك هو أعلى تركيز في الزينك 23.9 يعني almost 24 ميلي جرام وصاده الكابر النحاس موجود داخل ألبا مالتي فيت داخل ألبا مالتي فيت فيتامين سي فيتامين سي دعم للمناعة طبعا أنا عندي قدامي 13 عنصر فيتامين ومعدن فيتامين سي مهم للمناعة ومهم للدم لأنه بيزود لامتصاص الحديد ومهم للعظم لأنه ينتج لي الكولوجين الذي ينقص تدريجيا من بعد سن 25 فده مهم جدا عندي الكالسيوم الكالسيوم مهم جدا جدا ستات رجالة الكالسيوم داعم لتكوين خلايا العظام عندي فيتامين اي فيتامين اي الأقوى كمضاد أكساد لو هتكلم معاك يا عظيمة على جسمي بتعرض للأكساد نتيجة حاجات كتيرة جدا تدخين بأكسد السكريات كمية السكريات بتأكسد الزيوت المقررة اللي بنحمر بيها مرة واثنين وثلاثة وعشرة دا خطر رهيب يطلع حاجة اسمها الخلايا الحرة يمكن كمان دراسات دراسات أثبتت العلاقة الوطيدة بين انتشار الخلايا الحرة وانتشار السرطان فلازم طول الوقت أخذ حاجة اسمها انتياكسيد مش معنا كده الدكتورة دينا بتقول مثلا السجار بتأكسد أو التدخين بأكسد خلاص أشرب سجائل واخذ ألبا مالتيفيت لا ونحن عارفين ان السجار مدمرة احنا بنحاول انحنا ننقذ ما يمكن انقاذ انقاذ طبعا ياريت السادة المشاهدين يصورولي ألبا مالتيفيت عشان أولا احنا ملناش بديل في السيدليات و ألبا مالتيفيت ملوش بديل اطلاقا ماينفعش ان اخش سيدلية مثلا لو الدكتور السيدلي مش متوفر عنده يطلع له بديل تاني من فيتامين تاني بعروض ده ماينفعش خالص احنا ألبا مالتيفيت ملناش بديل وصعب اي مكمل غذائي آخر ستجد ملم بكل الفيتامينات دي السيدلي اللي عايزين يوفر ألبا مالتيفيت عندهم في السيدلية احنا متواجدين في الشركة المتحدة للسيدلة فيقدر يوفر عنده لكن السيدلي ماينفعش يطلع بديل لألبا مالتيفيت ما عندناش بديل